الدولة الصفوية الشيعية هي واحدة من اهم الدول اللي ظهرت في بلاد فارس خلال القرن السادس عشر الميلادي واللي هزت العالم الاسلامي بمبادئها ومش هبالغ لو قلتلك ان تأثيرها ما زال موجود حتى يومنا هذا وانها كانت نقطة محورية وسبب رئيسي في تطور الصراع بين السنة والشيعة للشكل الموجود حاليا ومن خلال حلقة النهاردة هنتعرف ازاي تأسست الدولة الصفوية ومين هو مؤسسها ولمان نصبت كمان هنتعرف عن كيفية ظهور الطرق الصوفية وإيه علاقتها بالدولة الصفوية وهنتكلم ايضا عن حقيقة الصراع بينها وبين الدولة العثمانية من ناحية وحقيقة الصراع بينها وبين كماعات الأسبك من ناحية تانية وازاي كانت الدولة دي سبب رئيسي في تطور الصراع بين السنة والشيعة علشان تعرفوا تاريخ الدولة الصفوية من بداية قيمها وحتى سقطها والاجابة على كل الاسئلة اللي فاتت يبقى تابع معايا الحلقة للنهاية اهلا وسهلا بكم اصدقاء قناة التاريخ الجامعة معاكم محمد محمود النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الدولة الصفوية من بداية قيمها وحتى سقطها أسس هذه الدولة الشاه اسماعيل الصفوي أما نسبها فيرجع إلى صفي الدين الأردبيلي وهو أحد شيوخ الطرق الصوفية اللي ظهرت في منطقة أسيا الصغرى وعاز صفي الدين الأردبيلي في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي حيث ولد في مدينة أردبيل بأزربيجان وكان سني على مذهب الإمام الشفعي ونجح هذا الرجل أنه يؤسس طريقة صوفية عرفت باسمه وهي الطريقة الصفوية ونشر أفكارها في مسقط رأسه في مدينة أردبيل ومن هناك كتر أتباعه ومريديه في كل من إيران وأزربيجان ومنطقة الأنادول طيب هي ازاي أصلا ظهرت الطرق الصوفية في المناطق دي؟ هقولك يرجع بداية ظهورها إلى زمن جانكيس خان قائد إمبراطورية المغول فلما نجح جانكيس خان أنه يقضي على الدولة الخوارزمية ويدخل أراضيها نكل بأهلها وعزق فيهم وما لقاش المسلمين مفر من تعذيب المغول ليهم غير أنهم يتركوا أراضيهم ويهجروا وفضلت هجرات المسلمين دي شغالة إلى ما بعد جانكيس خان يعني في عهد أولاده وأحفاده وزادت أكتر في عهد حفيده هلاكه وكانت الهجرات دي متجهة إلى أسيا الصغرى والأناظول وأحياناً كانت بتتجه إلى بلاد الشام ومصر وكان المسلمين المهاجرين دول فؤرة جداً مايملكوش حتى قوت يومهم لدرجة أن في منهم ناس ماتت في الطريق من شدة الجوع المهم اللي نجح منهم وراح على أسيا الصغرى ومنطقة الأناظول وجدوا استقبال مرحب من أهالي هذه البلاد وخاصة من الشيوخ والعلماء حيث قام الشيوخ بتجميع صدقات ليهم من الأمراء وبنولهم دور ومساكن وساعدوهم على إعانة الحياة والمعيشة فأصبح الشيوخ دول قبلة للمهاجرين الفقراء اللي جم من البلاد اللي غزاها المغول وأصبح حوالين كل شيخ منهم مجموعة من الفقراء المهاجرين يهتم بأمورهم ويعينهم على مشاكل الحياة ومن هنا بدأت تظهر الطرق الصوفية وبقى كل شيخ ليه مريدين وأتباع أسس طريقة عرفت بإسمه ونصبت إليه وانتشرت الطرق دي من أسيا الصغرى إلى باقي أجزاء العالم الإسلامي وكانت الطرق الصوفية دي بالدين بالمذهب الصني ونرجع تاني لصفي الدين الأردبيلي المنصوب إليه الدولة الصفوية الشيعية في إيران فهللاقي إن علماء الأنساب اختلفوا حول أصله ففي جماعة شافوا إنه إيراني كردي وجماعة تانية وهم الأغلبية شافوا إنه أصله تركي ومات صفي الدين الأردبيلي عام 1334 ميلادية وتولى رئاسة الطريقة من بعده ابنه صدر الدين موسى ومن بعد صدر الدين تولى الخواجة علي ابن صدر الدين واللي نقل الطريقة لحتة تانية خالص فهللاقي إن الخواجة علي طلب من مريدي وأتباعه إنهم يتركوا المذهب الصني ويتشيعوا ومن هنا بدأ التحول للمذهب الشيعي ولكن كل ده كان في حدود النطاق الديني لحد ما جه حفيد الخواجة علي وهو الشيخ جينيد علشان يتولى رئاسة الطريقة الصفوية ويقود على الحتة تالتة خالص غير حتتين الأولينيين وهي إنه حول الطريقة الصفوية من طريقة دينية إلى طريقة عسكرية وهنا عزيز المشاهد لازم نقف شوية علشان ما اتهش مني وهبسط لك الموضوع فهللاقي إن الطريقة الصفوية بدأت طريقة دينية أيمة على المذهب الصني على إيد مين؟ صفي الدين الأردبيلي ثم تحولت على إيد الخواجة علي من طريقة دينية صنية إلى طريقة دينية شيعية إثن عشرية ثم تحولت بعد كده على إيد الشيخ جينيد اللي هو جد اسماعيل الصفوي مؤسس الدولة من طريقة دينية إلى طريقة عسكرية المهم إن الشيخ جينيد عاصر نهاية دولة طيمور لانك في إيران وعزر بيجان وكانت الدولة الطيمورية في ذلك الوقت مفككة ويمكن دفع اعتقاد الشخصي من الأسباب اللي سهلت على الشيخ جينيد إنه يحول مصاري الطريقة الصفوية من المصاري الديني إلى المصاري العسكري وتوفى الشيخ جينيد وتولى رئاسة الطريقة من بعده ابنه الشيخ حيدر وزاد حيدر أكتر من عسكرة الطريقة وكان أكتر أتباعه من القبائل التركومانية الموجودة في الأنادول واللي عطوه كامل ولائهم كرها في الدولة العثمانية اللي كانت فردة نفوزها عليهم بالعافية وجعل الشيخ حيدر أتباعه يرتدون عمامة حمراء علشان يميزهم عن غيرهم فأطلق عليهم العثمانيين لقب قز الباش بمعنى الرؤوس الحمراء وتزوج الشيخ حيدر من ابنة السلطان أوزون حسن سلطان قبيلة القاق قونيلو التركومانية أو المعروفين تاريخيا بالخرفان البيض المهم إن ابنة السلطان أوزون حسن اللي تزوجها حيدر واللي كان اسمها مرصة كانت أمها بيرجع نسبها إلى أباطر التربزون المسيحية واللي تحولت بعد كده لنفوز الدولة العثمانية على إيد السلطان محمد الفاتح وكانت تربزون بيحكمها في الوقت ده أمير عثماني وهو الأمير سليم ابن السلطان بيزيد الثاني واللي هيبقى بعد كده هو السلطان سليم الأول سلطان الدولة العثمانية خلي بالك علشان الكلام ده هنحتاجه بعدين ونرجع تاني للشيخ حيدر اللي قام هو وأتباعه بصورات عسكرية داخل الأنادول وخارجها فاصطدم بالقوات العثمانية اللي فتكت بيه وبأتباعه وكتل الشيخ حيدر قائد الصفويين سنة 1488 ميلادية وتولى القيادة من بعده ابنه إسماعيل واللي كان عمره وقتها عام واحد إسماعيل يبقى ابن الشيخ حيدر من مرصى ابنة السلطان أوزون حسن اتولد إسماعيل سنة 1487 ميلادية يعني قبل موت أبوه بسنة واحدة وبعد موت الشيخ حيدر بفترة بيموت السلطان أوزون حسن علشان تحصل في إيران وأزربيجان فوضى سياسية كبيرة نتيجة الفراغ السياسي اللي خلفه موت الاتنين دول ومن التاريخ ده لحد سنة 1500 ميلادية نشي إسماعيل وتربى على كره العثمانيين وعلى كره المذاب السني كره شديد جداً طب يش معنى عام 1500 بالذات؟ هقولك لأن من العام ده بيتولى إسماعيل الصفوي بشكل رسمي وعملي قيادة الدولة حيث قاد جماعة القز الباش في حرقات عسكرية شرسة نجح من خلالها إنه يفرط سيطرته على المنطقة ويستولى على أجزاء واسعة منها لحد ما تمكن سنة 1501 ميلادية إنه يستولى على مدينة تبريز وهنا أعلن إسماعيل قيام دولته ولقب نفسه بلقب الشاه وجعل من مدينة تبريز عاصمة له علشان يصبح إسماعيل شاه الصفوي هو أول حكام الدولة الصفوية وهو عمره لا يتجاوز 15 عام عام 1501 ميلادية هو عام مهم ومحوري في تاريخ بلاد فارس فقبل العام ده كان المسلمين السنة في بلاد فارس حوالي 90% أما الشيعة فكانوا تقريباً 10% لكن بعد العام ده اتبدلت الأمور تماماً واتقلبت ل360 درجة وده بسبب إسماعيل شاه الصفوي إسماعيل لما أسس دولته الجديدة اتخذ عدة إجراءات قوية لتثبيت أركان حكمه وكان أول قرار أخده ونفذه بشكل دموي بشع هو فرض التشيع على كل الشعوب الموجودة تحت مناطق نفوذه في إيران وأزربيجان في الفترة دي وعلشان يفرد هذا القرار ارتكب العديد من المجازر والمذابح في حق المسلمين السنة لدرجة أن المؤرخ الهندي قد بالدين محمد النهروان المتوفي سنة 1583 ميلادية يعني عاش في فترة قريبة جداً من هذه الأحداث قال في ذلك أن اسماعيل شاه الصفوي قتل ما يقارب الألف ألف نفس في سبيل فرض التشيع على الناس أنت متخيل أن الراجل ده علشان يفرد مذهبه الشيعي قتل مليون شخص مش بس كده ده اتخذ إجراءات تانية لفرض مذهبه زي سب و لعن الصحابة وتغيير الأزان بإضافة جملة علي ولي الله وجملة حي على خير العمل كما أحيى مواكب اللطم والحسينيات وقتل جميع علماء المسلمين السنة في هذه البلاد لدرجة بأنه يقال أنه استدع علماء شيعة من لبنان علشان يملوا الفجوة اللي عملها بحق علماء أهل السنة أما بقى للسياسة الخارجية فهلاقي أن طموحات اسماعيل كانت كبيرة جداً للدرجة اللي خلته يحلم بإنشاء إمبراطورية عظيمة زي إمبراطورية جانكيس خان وغيره والطموح ده خلاه يصطدم بالدولة العثمانية اللي كانت مجورة لدولته واللي كانت القوة العظمى في الوقت ده لكن لحصنا حظ اسماعيل الصفوي إن كان سلطان الدولة العثمانية هو السلطان بيزيد التاني وده كان رجل مسالم وما كانش عنده أي رغبة أو حماسة للقتال بالرغم من اللي كان بيحصل في المسلمين من مجازر دموية بشعة وطبعاً كان نتيجة السكوت العثماني ده هو استغلال اسماعيل الصفوي هذه الفرصة والتمادي في أفعاله فألاقي إن اسماعيل الصفوي توسع في شرق الأناضول ونجح إنه يستولى على عدة مناطق ومدن فيها كما استولى أيضاً على همدان وشيراز وأصفهان وجنوب قرصان وبكده نجح اسماعيل الصفوي إنه يفرد نفوذه على معظم إيران وأزربيجان وأرمينيا وشرق الأناضول طيب كان إيه بقى رد السلطان العثماني بيزيد التاني على هذا التوسع والتمدد الصفوي هقولك إن كان رد السلطان العثماني بيزيد التاني على هذا التوسع إنه بعت صفارة إلى الشاه اسماعيل بيحتج فيها على سوق معاملته لأهل الصنة في المناطق اللي بيحكمها وطبعاً المواقف المتخازل ده من السلطان العثماني جرى اسماعيل إنه يبعت هو كمان صفارة إلى السلطان يطلب منه إنه يسلمه ولاية تربزون العثمانية واللي كانت قريبة من الحدود الصفوية واللي كانت ملك لأسلاف جدته لأمه زي ما قلنا قبل كده فاكرين؟ بس ولاية تربزون دي كان اللي متولي أمورها هو الأمير سليم ابن السلطان بيزيد وهو المعروف تاريخياً بالسلطان سليم الأول وأما أدراكه مين هو سليم الأول سليم الأول كان شخصية مختلفة تماماً عن أبوه كان رجل عسكري من الطراز الأول وكان عنيف جداً وكانت كل قراراته ملهاج غير حل واحد وهو الحل العسكري والحق يقال بأن سليم الأول هو الوحيد في الفترة دي اللي كان مدرك بخدورة الدولة الصفوية على الدولة العثمانية وعلى العالم الإسلامي ككل وكان مستنى الفرصة المناسبة للتحرك ضدها وبصراحة اسماعيل الصفوي مجدبش خبر ونوله الفرصة دي ففي سنة 1507 ميلادية قام اسماعيل الصفوي باحتلال إمارة زي القادر الموالية للمماليك وعلشان يحتلها عبر بجيوشه الأراضي العثمانية دون استئذان من السلطان العثماني وده طبعاً كان تجاوز كبير جداً واستهزاء في حق الدولة العثمانية أي نعم إنه أرسل بعد كده رسالة اعتذار إلى السلطان العثماني لكن ده ما منعش إنه استهزأ بالدولة أضف إلى ذلك إن إمارة زي القادر دي كان بيتنازع عليها قبل كده المماليك والعثمانيين ومجرد استلاقه عليها كان معناه تعد كبير جداً فحق الدولتين الكبار دول وأضف إلى المعلومتين اللي فاتوا دول بإن أمير زي القادر كان الأمير علاء الدولة بك وعلاق الدولة ده كان والد زوجة السلطان بيزيد التاني وجد الأمير سليم وطبعاً بناء على كل المعلومات اللي فاتت دي ما يبقاش قدامنا غير تفسير واحد فقط وهو إن إسماعيل الصفوي باحتلاله الإمارة زي القادر كان بيستهزأ وبيستفز العثمانيين والمماليك معاً وإن كان النصيب الأكبر من الاستفزاز ده لصالح العثمانيين لكن للأسف لا العثمانيين ولا حتى المماليك ردوا على إسماعيل الصفوي وده شجعه إن يقوم بعدها بخطوة أجرأ وهو غزو بلاد العراق وكان حاكم العراق هو السلطان مراد زوج أخت السلطان بيزيد التاني ففي نفس السنة اللي هي سنة 1507 ميلادية استولى إسماعيل على مدينتي النجف وقربلاء وفي السنة اللي بعدها اللي هي سنة 1508 دخل بغداد وقام فيها بأبشع المجازر فأتى العشرات الآلاف من المسلمين السنة ونبش أبور الخلفاء العباسيين كما نبش أيضاً قبري الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام عبدالقادر الجيلاني ودواء الدل فإنما يدل على حقله وكره الشديد لأهل السنة وطبعاً السلطان بيزيد كالعادة كان متردد في الرد لكن الأمير سليم المراضي ما استناش ردبه وتحرك بجيشه من غير حتى ما يستأذنه وقام بتلت حملات عسكرية ضد دولة جورجيا التابعة لنفوذ الصفويين واستولى فيها على عدة مدن ثم توجه بعدها إلى شرق الأناضول واللي كانت خضع برضه لنفوذ الصفويين واستولى فيها أيضاً على عدد من المدن وهنا اتحرك إسماعيل الصفوي وبعت أخوه إبراهيم على رأس جيش لاسترداد أقاليم الأناضول لكن سليم نجح أنه ينتصر عليه ويدمر جيشه ويوقع إبراهيم في الأسر كل الانتصارات دي بالإضافة لشخصية سليم القوية خلت الشعب والانكشاريين يحبوا هذا الأمير الشاب لكن للأسف كان للسلطان بيزيد رأي تاني خالص فبالرغم من خطر الدولة الصفوية الواضح على الدولة العثمانية إلا إنه ما كانش حابب الاستضام بيها وهنلاقي ده كان واضح جداً في الشكوى اللي بعتها إسماعيل الصفويلي بخصوص اللي حصل يزيد إنه بعت لابنه يأمره بإطلاق صراح أخو الشاه من الأسر ورد أراضي الأناظول إلى الدولة الصفوية وبالرغم من إن القرار السلطاني ده قبل باستياء كبير جداً من الجيش والشعب إلا إن الأمير سليم قام بتنفيذه لكن الموضوع ما انتهاش لحد هنا لأن بعد القرار ده بدأت الأمور داخل الدولة العثمانية تاخد مجرى تاني خالص فألاقي إن الأمير سليم هينقلب على حكم أبوه وهينجح بعد كده بمساعدة الإنكشارية إنهم يخلعوا السلطان بيزيد من على كرس العرش ويقعادوا مكانه ابنه الأمير سليم والله هيصبح من اللحظة دي السلطان سليم الأول وهيدخل سليم في سراع كبير جداً مع الدولة الصفوية في إيران وهينتصر عليهم في عدة معارض قوية كانت من أهمهم معركة جلديران سنة 1514 ميلادية واللي نتج عنها هروب الشاه اسماعيل الصفوي بما انتبقى معه من جيش ودخول سليم الأول لمدينة تبريز عاصمة الدولة الصفوية واستلاقه على خزائنها لمعرفة تفاصيل أكتر عن الصراع العثماني الصفوي بين سليم الأول وبين الشاه اسماعيل شاهد الحلقة اللي فاتت اللي عملتها عن السلطان سليم الأول الغريبة بقى إن اسماعيل الصفوي ما كانش بيحارب العثمانيين في جهة الغرب بس لا ده كان فاتح جابهة حرب تانية ولكن المراضي في جهة الشرق مع الأسبك السنة وبرضه انهزم على قديهم علشان يخسر كتير جدا من نفوذ وهيمانة دولته سواء في الغرب أو الشرق قبل ما يموت سنة 930 هجرية الموافق 1524 ميلادية وتولى حكم الدولة الصفوية من بعده ابن طهماصب واللي كان وقتها سنه صغير فقام بإدارة شؤون الدولة زعماء الشيعة لحد ما قبر طهماصب واشتد عوده وكان أول قرار ياخده هو محاربة الأسبك بعد وفاة طهماصب حصل صراع على السلطة بين أبنائه الثلاثة إسماعيل ومحمد وعباس فتولى إسماعيل في بداية الأمر إلى أن تم قتله ثم تولى بعده أخوه محمد واللي استمر في الحكم عشر سنين ثم بعدهم تولى الحكم أخوهم الثالث عباس الأول وده كان سنة 995 هجرية وطبع النتيجة للفوضى اللي حصلت داخل الدولة الصفوية بسبب الصراع على السلطة بين الإخوة الثلاثة استغل العثمانيين الفرصة واستولوا على تبريز وأرمينيا وجورجيا والداغستان وهنا فكر عباس أنه يهد الأوضاع مع العثمانيين في الجبهة الغربية علشان يتفرغ للأسبك في الجبهة الشرقية فنقل عاصمته إلى مدينة أصفهان وعقد صلح مع العثمانيين اعترف فيه بأحقية العثمانيين على الأراضي السابقة بالإضافة إلى أزربيجان بعدها اتجه بجيشه إلى الأسبك وانتصر عليهم واستولى على أجزاء من أراضيهم ولما استطب الأمر لي في الشرق نقد عهده مع العثمانيين بعد 15 سنة من عقد الصلح ده واتجه بجيشه لقتلهم واسترداد أرضه منهم فنجح أنه يرجع تبريز وأرمينيا وجزء كبير من أزربيجان ونجح أنه يدخل بغداد بالمقر والخديعة بعد ما تواطق مع حاكمها الخائن ومات عباس الأول سنة 1037 هجرية الموافق 1629 وتولى الحكم من بعده وحفيده صفي الدين واللي كان عهده بداية ضعف وانهيار الدولة الصفوية حيث استولى العثمانيين مرة تانية على بغداد وفرضوا نفوذهم على العراق من جديد وجي بعد صفي الدين عدد من الحكام الضعاف اللي ساءت وتدهورت أحوال الدولة الصفوية في فترة حكمهم وخسرت الكتير جدا من نفوذها وهيبتها في المنطقة لحد ما سقطت تماما بموت آخر أفرادها عباس الثالث ابن طهماسي بالتاني سنة 1148 هجرية الموافق 1736 ميلادية واللي كان ولي عهد الدولة تحت وصاية نادر خان مؤسس الأفشار وبعد موت عباس الثالث أعلن نادر خان نفسه حاكم على البلاد علشان يدق بذلك آخر مصمار في نعش الدولة الصفوية واللي حكمت حوالي قرنين وربع من الزمان في النهاية محتاج أعرف من خلال متابعة حضرتكم للحلقة هل يطرى مبادئ الدولة الصفوية ما زالت موجودة ومستخدمة في دولة إيران حاليا بالرغم من مرور حوالي 3 قرون على سقطها أم أن بمجرد زوالها اختفى معاها كل مبادئها البغيضة هستنى أراء حضرتكم تحت في التعليقات ياريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا باللايقات والتعليقات ونشر الفيديو في كل مكان علشان يوصل محتوانا لكل الناس وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الإشعارات الجديدة من قناة التاريخ الجامع أشوفكم على خير والسلام عليكم